موسيقى نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها العمل على إنتاج روبوتات محمولة بدلا من الهواتف الذكية جاء في تفاصيل الخبر يجري العمل حاليا بشكل جدي لإنتاج ما يعرف بالروبوتات المحمولة التي يمكن أن تحل محل الهواتف الذكية المحمولة وتؤدي وظائف الهاتف والحاسب والروبوت معنا وتقدم أحدث وأعمق ما تم التوصل إليه في مجال الذكاء الاصطناعي في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية الشوكولاتة الداكنة تكافح أمراض القلب أظهرت دراسة حديث أجراها باحثون إيطاليون أن تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على زيت الزيتون البكر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية مركبة فضاء أمريكية تستعد للغوص في كوكب زحل قال مسؤولون في وكالة ناسا إن مركبة الفضاء كاسني ستنهي مهمتها التي استمرت 13 عاما إلى كوكب زحل في منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل بإرسال بيانات حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تغوص في الغلاف الجوي لكوكب زحل المحاط بحلقات من الغاز ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية شركة صينية تعتزم تطوير قطار أسرع من الصوت كشفت المجموعة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء عن نيتها تطوير مشروع القطار الطائر فائق السرعة الذي تفوق سرعته سرعة الصوت وختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وبريطانيا تطلب جاسوسا يتقن روسيا أفادت صحيفة ديلي ميرو بأن القوات المسلحة البريطانية تشهد نقصا غير مسبوق في الكوادر ونوهت بأن القوات الجوية الخاصة البريطانية تبحث عن شخص يجيد روسيا ولديه خبرة في العمل في الأجهزة الأمنية البريطانية المختصة لترجمة وتحليل المواد السرية للغاية